السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفة نتلي ومن شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقة تحضير كابكيك من كهتين بيضة واحدة فقط اقتصادي جدا بيضة واحدة كنحصلو على 12 قطعام الكابكيك كيجي فعلا ممتاز غير جربوه على حسابي فعلا كيستحق تجربة كيجي لديد جدا 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 هذا هو شكل ديالو بعد ما كيطيب كيجي فعلا هش كما كتلاحظوا معايا ما ضاقو هائل بل ممتاز غير جربوه وغادي تخليوا لي تعليقاتكم باللعجبكم بالنسبة المكونات كنحتاجو على بركته الله بيضة واحدة يستحسن تكون لدرجة حرارة المطبخ او لدرجة حرارة الغرفة علبة من الياغورت او الزبادي بالنكهة ديال فانيلا ممكن تعملو حتى طبيعي وزن العلبة 110 غرام نصف كأس من حليب نصف كأس من زيت كأس من الضقيق ونصف كأس من السكر الكأس اللي اخدنا به هنا يا القياسات هو كأس شاي بقياس 150 ميلي لتر هذا هو القياس ديالو مقارنة باليد يعني كأس متوسط انتم ماخدوا القياسات باي كأس متوفر عندكم عدنا كيس الكاكاو ما يعادي الملعقة كبيرة كيس خميرة الحلويات الباكين باودر 8 غرام واقي السكر بنكهة الفانيلا هدو هما المقونات ندوزوا على بركتي الله التحضير اولا فقنا العجن غدين وضعوا قبصة من الملح ثم كنضيفوا البيض بيضة من بعد غدين ضيفوا عليها السكر وغدين ضيفوا عليهم السكر بنكهة الفانيلا كنخلطوا هد العناصر مع بعضهم جيدا حتى كنلاحظوا بان السكر والفانيلا دابوا من بعد غدين بدواوا بإضافة الزيت بشكل تدريجي على شكل خيط دائما مع تحريك يعني نستمروا في تحريك خصوصا عند إضافة الزيت ومن بعد غدين ضيفوا الحليب كذلك كنضيفوه وكنحرقوه المقونات حتى كتنساجم جيدا مع بعضها هنا يرا كنستعملو غير الخلاط اليداوي منحتاجوه للكهربائي من بعد كنعملو العلبة من الياغورت بدنكها دي الفانيلا بما أننا نعملنا الفانيلا كنكها كنحرقوه الكل حتى كنلاحظوا بأن العلبة ديال الياغورت نساجمت لنا مع الخليط ديال الكابكيك ومن بعد غادي نجيبو واحد صفاية أو لم يصفات كنعملو فيها الدقيق كنضيفو عليها خميرة الحلويات البكين باودر باش كتعطينا الخميرة المفعول لها أكثر وكنخلطوه دقيق مع الخميرة عادة باش من بعد كنمروهم أو لندوزوهم في غير بال باش هكا كنكونو تفادينا وجود تكاتولات نخلطوه دقيق مع الخليط ديال الكيك حتى كنساجم جيدا نحاولو هنا نعطيو حقو في الخلط يعني خلطوه مزيان ومن بعد غادي نجيبو جوج ديال الزلايف أو لأي إناء كيكون تفر عندكم المهم أنهم يكونوا بنفس الحجم وقد قسمو فيهم الخليط ديال الكابكيك أو للكيك بنفس يعني نفس حاولو نعملو نفس الكمية في كل إناء من بعد كنجيبو الكمية الأولى أو للنصف الأول كنضيفو ليه كاكاو ملعقة كبيرة أو لكيس واحد دائما كنوضعوه في غير بال باش ما يكونش عدنا دكتكاتولات يبقوا لنا في الخليط ويجينا صعيب عند الخلط يعني مليكا نبغيو نخلطو كيكونوا تكاتولات كتجي سوية صعيبة كيبقوا لنا في الخليط فكي ياخد منا الخف قولا الخلط مدة أطول بنفس الطريقة غادي نجيبو ملعقة كبيرة من الدقيق غادي نعملوها للنصف الأخر باش كنحصلو على خليطين بنفس الكتافة ما يكونش عدنا واحد تقيل وواحد الآخر خفيف لا لذلك نضيفو هنا يضروري نضيفو ملعقة كبيرة من الدقيق ونخلطوها كذلك جيدا من بعد ها هو الخليط ديالنا ديال كاكاو وها هو الخليط ديالنا اللي ضفناليه الدقيق كما كتلاحظو معها الآن غادي نجيبو صفيحة ديال الفرن غادي نعملو فيها القوالب يعني صفيحة الفرن خاصة بالكبكيك كلما كتوفرش عندكم غادي تعملو مثلا أربع سأوراق دفعة واحدة وتعملو فيهم الخليط مهم باش يكونوا يكون هاكا اتقال ما يأضطرش عليهم الخليط وينزلهم نتمنى تكونوا فهمتوني اولا تعملو ذاك القوالب اللي كيكونوا ديال كارتون يعني مشي قوالب ورقية كيكونوا قوالب شوية قاسحين وتعملو فيهم هاد الورق في الواسط وتقدرو تعملوهم يعني تعملوهم لعدة استعمالات كما ممكن تعملو ذاك العلبة ديال الطون تتكون دائرية يعني تعملو في كل واحدة ورقة وهنايا كنجيبو ملعقة وكنناخدو نفس ملعقة كبيرة من الخليط بالكاكاو ملعقة كبيرة من الخليط الآخر وكنصبوهم في نفس الوقت هنايا كنت حتى يا بنتي شوية خلاتني ممركزاش يعني وضعت الملعقة اللي فيها الخليط لديال الفانيلا وضعتها في الكاكاو فهنايا غير طريقة سهلة يعني كتهزو بنفس نفس الوقت وكتصبو الخليطين معا بعد في نفس الوقت هنايا غدي ناخد شوكولاتة فيغميسال بيضاء غدي نوضعها فوق النصف اللي هو بالكاكاو هاد الخطوة كتبقى اختيارية لكن كنعملوها لان الاطفال كيكونوا كيحبو الشوكولاتة لذلك نوضعو الشوكولاتة باش يزيدو يعجب الاطفال اكتر وفيغميسال اللي هو بالكاكاو ولا الاسود كنعملوه في النصف الاخر اللي هو بالفانيلا وبنفس الطريقة كنستمرو هنايا حاولت ناخد معاكم عدة لقطات باش شوفوا ان الطريقة جد جد سهلة يعني كناخدو ملعقة وكنصبوه في نفس الوقت بس الخليط الاسود مع الاخر تقريبا كنوضعو ملعقتين في كل واحدة كنوضعو اربع ملاعق يعني ملعقتين في الاول و ملعقتين مرة تانية فهنا نفس الشيء غدي نعملو يعني اللي هي بالكاكاو غنعملو لها الشوكولاتة البيضاء والاخرى غنعملو لها السوداء الان بعد ما كملنا الكمية كما كتشوفو اعطوني هنا 11 واحدة الى ما عملتوش القوالب بذنين غدي عطوكم 12 واحدة الان راه الفرن يكون ساخن من قبل جدا جدا من الا بغيتو انتاف خويجكم ناجحين السر هو في الفرن يكون ساخن جدا كندخلوهم وكنعملو النار من الاسفل احتك يتحمرو من الاسفل من بعد كنعملو النار من الاعلى انا عملتهم على 170 درجة مئوية وبعد ما خرجناهم الفرن كيكون هذا هو شكل ديالهم كتشوفو الوجه كيجهكا لان فيه الشوكولاتة لكن من بعد راه غدي نقسم لكم وغتشوفو كيفاش كيجو من الوسط ومن الجوانب راه كيجيو يعني ماشي كيجمعو كيبقالينا النصف بالكاكا والنصف اخر كيكون بالفرن لا فعلا راه كيجيو رائعين وحتى ذيك الشوكولاتة كتجي فيهم يعني كتعطي فيهم واحد الماضاق جدا ممتاز ها هو ما عن قرب غادي نجيب الان سكين وغادي نقسمها لكم باش تشوفو قبل من هذا غادي نفتح نحاول نزول الورق هنا راه ما زالة ساخينة يعني يستحسن خليهم محتى يبردو عش زولوا لهم الورق هنا راه ما زالة سخونة غير بغايت نوريكم مشكل ديالهم نهائي ومن بعد على بركتي الله غادي نجيب غادي لسكين ونقسمها لكم تشوفو كيفاش كتجي من داخل ماضاق كي يجي فيه علان ممتاز غير جربوهم على حسابي راه نتيجة مرضية جدا جدا غادي نالوا اعجابكم مئة في المئة انا متأكدة لانهم فعلا كيجوا ولداد والاهم انهم اقتصاديين وببيضة وحيدة نتمنى فيديو اليوم وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم ما تبخلوش عليها بتعليقاتكم وبدعواتكم شكرا لكم الى كل دعواتكم اللي كان توصل بها في كل مقاطع نتمنى انبقى دائما عند حسن عند حسن ظنكم ما ليه نقول الا نقول لكم استودعكم الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته